أقامت أكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداس عيد الميلاد إعلاناً من دهاء الصوم وشهدت مراسم قداس عيد الميلاد حضوراً كثيفاً من المحتفلين لتبعث رسائل سلام للعالم أجمع السلام لجميع الدواء بهذه الروح الاحتفالية التي تتزين بالأضواء وأشجار عيد الميلاد والشموع ومع دقات أجراس كنيسة السيدة العذراء مريم الإستريان الأرسوزوكس بيوم 24 من ديسمبر أقيم قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 ضمن احتفالات الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في مصر ومعه ينتهي صوم الميلاد نحن من مصر أرض الأحرامات الشامخة والتراب المبارك اللي بيمر في النيل العظيم بنقول نحن طبعا نحن أبناء السلام نحن أولاد التعايش والمسامحة بكل أطياف المجتمع المصري من مسيحين ومسلمين الأسبوعين دول أسبوعين بالنسبة لمسيحيين مصر كلهم من الأسبوعين الحلوين أوي في السنة لأنه 25 ميلاد السيد المسيح بنعيد فيه وبعدين رأس السنة مسلمين مسيحيين بيعيدوا في رأس السنة وبعدين المسيحيين الشرقيين بيرجعوا يعيدوا 7 يناير بكلمات الشكر والصلوات أقيم قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة السريانية وسط حضور كبير للشعب والمهنئين مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد بين المصلين والمطاهرات والنظفة العامة فيما يأتي القداس بعد عشر أيام من الصيام لأبناء الكنيسة السريانية كل رسالة السيد المسيح هي رسالة سلام ورسالة حب بتمنى من قلبي كل السلام لبلادنا الحبيبة والرئيس العظيم في حبد الفتاح السيسي لمحبته وتهنقته العظيمة لكل رؤساء العالم نتمنى أن السلام يرجع للعالم أجمع وبنهني كمان القيادة المصرية على رأس رئيس السيسي ونتمنى إن شاء الله كل أحوال تتجدد وتتحسن وإن شاء الله يكون ميلاد مجيد وسنة سعيدة على مصر أجمع والوطن العربي كله الاحتفالة زي ما أنت شايفة كده بقى يعني بيبقى في الأداس وبيبقى فيه ناس كتيرة جاية من كناس تانية بتحتفل معنا وطبعا زينا زي ما أنت شايفة الكنيسة والشجرة وبعدين بنبقى مع بعض بيجي بابا نويل وبيعمل كده جو الميلاد شوية فالكنائس في مصر تختلف في احتفالتها بعيد الميلاد المجيد بين التقويم الشرقي والغربي فتحتفي الكنيسة الكاثوليكية في الخامس والعشرين من ديسمبر بفارق ثلاثة عشر يوما عن الكنيسة الأرثوزوكسية التي تحتفي في السابع من يناير المقبل مراسم صلوات قدس عيد الميلاد المجيد هنا بكنيسة السيدة العزراء مريم لسريان الأرثوزوكس وسط هذا الحضور أقيمت وفقا للتقويم الغربي بالتزامن مع احتفالات الكنائس المصرية التي تحتضنها مصر برسائل سلام إلى العالم أجمع سالي سالم التلفزيون المصري